زي ما قلت قبل كده احنا هناخد ان شاء الله السيتوجينتكس والموليكولورجينتكس بالتفصيل بس في الشرايح ديت انا هحاول يعني اوضح بعض النقط ابتدي معاكم بعض النقط في السيتوجينتكس والموليكولورجينتكس احنا عندنا فيه تكنيك اسمه السيتوجينتكس هو تكنيك قديم جدا اكتشف في الخمسينات لان احنا نشوف الكروموزومات بتاع الخليجة السيتو يعني الكروموزومات وجينتكس الجينيات اللي انتشال على الكروموزومات احنا كل خليجة فيها تقريبا 46 كروموزوم بناخد الكروموزومات دي او ناخد الخليجة دي وبنشتغل عليها في المعمل وبنحاول ان احنا نطلع الكروموزومات من داخل الخلية من داخل النواة ونبتدي ان احنا نفحصها ونرتبها نعم انت شايفين كده عندنا 22 زوج بالاضافة الى الـ X و Y يبقى 44 زاد X و Y يبقى 46 كروموزوم كل كروموزوم جاي من القبل مع الكروموزوم جاي من الام يتحطوا مع بعض زي ما شايفين واحد والتاني ونتدين نقارن ونتدين نعد ونتدين نشوف واي تغيير بيحصل بيبان على طول في اللي هو التكنيك الاولاني في السيتوجينيك اللي هو اسمه كاريو تايبنج كاريو تايبنج تكنيك قديم جدا كان بيعمل التصنيف للكروموزومات بيعتمد على صبغة اسمها جيمسة بصبغ الكروموزومات بالجيمسة تعمل لي اللي هي زي ما نشايفين الخطوط اللي نشايفينها دي دي اسمها البانس خطوط السودة اللي هي غمقه وفتح اسمها بانس واضحة جدا قدام طبعا بقى دراع ربقها اللي هي دي بقى قولك تكنيك قديم من الخمسين يعني انتقلنا الى تكنيك احدث بعد كده كتوشف اللي هو تكنيك اسمه الفيش اف اي اس اتش اف اي اس اتش فلوريسنس فلوريسنس يعني فيه الوان لما تشايف لونه الاحمر والاخضر والازرق والاصفر الحاجات دي كلها تقدر انها بستخدم فلوريسنس بروب يعني بستخدم فلوريسنس الانتيبودي ضد الجين اللي موجود على اللي هو الكروموزوم يوضحهولي او ويظهرهولي او ويظهرلي التغيير او اللغباطة اللي حصلت فيه اللي هي الجينات اللي موجودة على الكروموزوم هات واضحة جدا التكنيك يبقى الفيش فلوريسنس انسايتو هاي براديزيشن تكنيك فش اختصارها فش كلمة ما تنتسي يعني مش تتنسي نفس الكلام برضو انا عندي هنا اللي هو الجي باندينج او كاريو تايبينج وعندي اللي هو الفيش جي باندينج